اسعار الموبايلات رايحة على فين؟ ما عدناش عارفين النهاردة فيه ارتفاع ولا فيه نزول ولا بوكرة الدنيا رايحة فين؟ فيه استقرار تشبه جزء في السوق بس انا بقول عليه الاستقرار اللي هيسبك العصفة الله واعلم لسه مش عارفين هنتبه معكم الاسعار اول بقول لان انا بوصل للسة الجملة وبحط عليها الهام شربحة بتاع المحل وبقول لحضرتك على متوسط السعر اللي هتلاقيه في الرنج ده وازا ما قلنا فيه عوامل كتير بتأثر على سعر موبايل زال ايجار المحل وعدد العمال اللي فيه فانت تلقى الاسعار متفاوتة من مكان للتاني لايكك الجميل واشتراكك في الكناة عشان ده بتعمنا جدا ويلا بينا نكمل الفيديو قبل اي حاجة خلينا نصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزجر الله وندي مع بعض يا رب نصر العرب يا رب نصر مصر رب نصر هنا فلسطين يا رب فانهم فامس الحاجة للدعاء زي ما قلت لحضرتك في الحلقة اللي فاتت عن الرلمي لو انت مسمعتهاش لازم تروح تسمعها قلت لك ان انا اجيب لك كل فيديو بشركة مختصة عشان اجيب لك اغلبية الاجهزة او اسعار اغلبية الاجهزة الموجودة فيها لان انا لما كنت بجيب لك شركات مع بعضها ما كنتش بلح اقول لك على كافة الاجهزة وكان طريقة تبقى سريعة في الالقاء ففي ناس ما بتلاحظش اساسا اسماء الاجهزة وترجع تسعني في التعليقات اسم الجهاز ده ايه او الجهاز ده ساره كام اقول لحضرتك الجهاز ساره في الفيديو فما بقاش فيه تركيز فانا قررت ان انا اعمل كل شركة لها فيديو مخصص بس الفيديوات بالتوالي وتقريبا ممكن يكونوا في ن الدواني النهاردة عن شركة وبكرة فوديونا عن الشركات التانية وهتلاقي ان انا نمت لك كل الشركات باسعارهم لان انا كده كده كنت بنزل كل يومين فيديو عشان ما اطولش عليك يلا اخش على شركة سامسونج معنا النهاردة معنا شركة سامسونج وهنبدأ من الفئات الاقتصادية ومن الاجهزة الاقتصادية لحد ما نطلع لأعلى جهاز موجود في الفئة المتوسطة العلية اول جهاز معنا من شركة سامسونج samsung ازيرو فور اس والجهاز ده فئة اقتصادية لاحسا بيجي من معالج اجزنو تمنمية وخمسين. بالنسبة لسعر النسخة رام تلاتة على مساحة تخزين او ذاكرة اتنين وتلاتين جيجا. سعرها عمل اربعة تلاف وسبعمية جنيه. اربعة تلاف وسبعمية جنيه. تاني جهاز مع انا سامسونج ايه اربعتاشر. وجهاز ده برضو بيجي بمعالج اجزانوس تمنمية وخمسين. بالنسبة لسعر النسخة اه رام اربعة على مساحة تخزين او ذاكرة مية تمانية وعشتين جيجا. سعرها عمل ستلاف وتسعمية جنيه. ستلاف وتسعمية جنيه على الجهاز ده. انا حاس ان هو شوية. بس عادي كفاة اقتصادية. ممكن يمشي لان فيه منافسين الو. بصراحة شارسين وخصوصا شركة ام في نيكس. بتزل اجهزة في فقال اقتصادية ده. نكسحة صراحة يعني. هنخش بعد كده على سامسونج ايه خمستاشر والجهاز ده. اللي اكتر الجهاز يعني عمل ضجة كبيرة في الفقال اقتصادية. بصراحة الجهاز ده لانه يعني لا كنتنا تخيل. الجهاز فقال اقتصادية نزل معالج هوليو جي تسعة وتسين حاجة جمدة جدا في الالعاب برضو بالنسبة كهاتف موبايل او هاتف فقال اقتصادية. طيب الجهاز ده يجيب تلات اصدارات او تلات نسخ. رام اربعة على مساحة تخزين او ذاكرة مية تمانية وعشرين جيجا. ورام ستة على مساحة تخزين او ذاكرة مية تمانية وعشرين جيجا ورام تمانية على مساحة تخزين او ذاكرة متين ستة وخمسين جيجا. بالنسبة لا اسعارهم اسعار نسخة رام اربعة على مساحة تخزين او ذاكرة مية تمانية وعشرين جيجا عامل ستة تلاف سبعمية وخمسين جنيه. بالنسبة للنسخة رام ستة على مساحة تخزين او ذاكرة مية تمانية وعشرين جيجا سعرها عامل سبعة تلاف متين وخمسين جنيه. بالنسبة للنسخة رام تمانية على مساحة او ذاكرة متين ستة وخمسين جيجا. دي سعرها عامل تسعة تلاف جنيه. تسعة تلاف جنيه تقدر تجيب رام ستة على مساعة تخزين او ذاكرة متين آه متين ستة وخمسين جيجا من سامسونج اي خمسطاشر. في اجهازة افضل منه في الفاة السعرية اللي هي التسعة تلاف بالنسبة لالفاة يعني. خلال نقول في الفاة الاقتصادية هو ماشية. رام اربعة علم ساحة التخزين او ذاكرة مية تميمان وعشرين جيجا هقدم عاك. بس في الستة وفيس الفئات السهرية دي في حاجات افضل اعتقد يعني بعد كده هنخش على سامسونج اي اربعة وعشرين الجهاز ده بيجي بمعالج هوليو جي تسعة وتسين ايضا ولكن اه في جودة في التصنيع افضل كتير جدا من سامسونج اي خمس لاشر بيجي برام ستة على مساحة تخزين او ذاكرة مية تمانية وعشرين جيجا سعر النسخة دي هتعمل سبعة تلاف وتسعمائة جنيه وانا شايف ان سعر الجهاز ده سبعة تلاف وتسعمائة ستة مية تمانية وعشرين اي نعم هي مش تمانية وعشرين بس هتاخد منه اداء قوي سامسونج اي اربعة وعشرين في اهتمام بالتفاصيل اللي فيه خش بعد كده على الجهاز اللي عامل ضجة كبيرة جدا في السوق الجهاز يعني جميل جدا صراحة سامسونج اي اربعة وتلاتين اه فايف جي بس انت لو هتستخدمه استخدام شخصي في الجيمينج في اجهزة في الفئة السعرية ده افضل منه حقيقة الحقيقة تقال في اجهزة افضل منه كجهاز من شركة اه سامسونج في اه من شركة اوبو في الجيمينج هيقدي معاك اكتر من الجهاز ده ده بس ده كاستخدام شخص وتصوير تحفة لا غنى عن مختلفة السعرية ديت سامسونج اي اربعة وتلاتين معالجه ديمنيستي الف وتمانين بيجي برام تمانية على مساحة تخزين او ذاكرة متين ستة وخمسين جيجا وسعره للنسخة دي اتعامل اربعتاشر الف جنيه اربعتاشر الف جنيه الجهاز ده تاخد منه تصوير واستخدام سلاسة في الاداء بص انت ما تحكمش على الكاميرات مسلا تقول الجهاز ده كاميراته ميتين ميجا بيكسل اه وجهاز سامسونج وكاميراته اربعة وستين ميجا بيكسل لا اه في فرق كبير جدا ان جودة تصنيع كاميرات سامسونج حتى لو خمسين ميجا بيكسل بالنسبة في الفعات المتوسطة العليا تاخد منها اداء خرافي وصدقني انا كاستخدام شخص لسامسونج اتنين وخمسين اس فاي جي جهاز لا غنى عنه انا مقدرش استغنى عنه في المتوسطة مع اني يعني حتى لو جبت جهاز بس الجهاز ده نقدرش استغنى عنه اه انا كده اجيبت لك كل اسعار سامسونج لو عايز تسعل على حاجة في التعليقات انا برد عليك مباشرة لو اتخرش فراد على حضرتك لو اعجبك الفيديو لايكك الجميل للفيديو واشتراكك عشان ده بيدعمنا جدا كان معكم اخوكم محمد ترولسون كنات مستر تيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته